موسيقى 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 من السوق السوداء عبر توريد اللوازم الأساسية والسلع والبضائع وعلى حساب دخل الطبقات الوسطى والفقيرة لم يتح أمام الواقع سوى إعادة تكوين نفسه على هيئة انقسام عمودي أكثر حدة من فترة رامي والمئة حرامي والتي عرفتها البلاد قبل 2011 فوفقا لصحيفة بيزنس تو بيزنس المقربة من النظام أفرزت الحرب في البلاد طبقتين أساسيتين الأولى ميسورة تعيش حياة من الرفاهية والبذخ في مقابل طبقة الفقراء والتي يعيش أفرادها حياتهم يوما بيوم وبينما يرى البعض أن الانقسام الطائفي والإثني الذي عرفته سوريا بعد الحرب والتفاهم حوله هو الذي سيحدد مستقبل البلاد تبين بعض الدراسات أن توقف العنف داخل بعض الدول التي شهدت حروبا وانقسامات أهلية لم يخفف من تصدع ثقة بين مكونات هذه الدول ذلك أن الصراع داخل المجتمع قد يأخذ شكلا آخرا بين مجموعات تحظى بالنفوذ والسلطة والمال وبين شرائح واسعة تركت للمرض والفقر وقلة التعليم وهو ما قد يعزز من انعدام ثقة ويعمق من تصدع الحياة الاجتماعية